دربة البداية النهاردة معنا النادي الزمالك يتعاقد رسمياً مع المدير الفني جوزي جوميز لمدة سنة ونص هو طبعاً يعني نعارفين طبعاً هو برتغالي وخلينا نتكلم من يعني في الفترة الأخيرة برتغاليين كتير قوي ومؤخرة مستر فيتوريا واسماك كتير جداً كان لها تجارب في الفترة الأخيرة سواء مع النادي الأهلي كان فيه سوارش كان موجود مع النادي الأهلي برضو ما نجحش مع النادي الأهلي جوزي جوميز برتغالي وبرضو ليه تجربة بس بقى وانا بتابع السيفي بتاعه بصراحة حاجة تخد يعني هو مش حاجة تخد من الامكانيات او من القوة بتاعته او كمدير فني قوي او كمدير فني على اعلى مستوى بس ده المتوفر حالي يعني الواحد برضو بصراحة كان يتمنى النادي زمالك يضم يعني خصوصاً كمان مجلس الإدارة بصراحة في الفترة الأخيرة رفع القيد وحق تموحات كل الجماهير وكل الوعود اللي تقالت وكل الكلام اللي كانت قال في الفترة قبل الانتخابات حيتنفزت بس هل انت عملت كل ده وفي الآخر تجيب يعني جوزي جوميز يعني السيفي بتاعه قولها القوة جماع يعني ارقامه غير طبيعية بصراحة يعني يعني مفيش فرق ما بين اوسوريو يعني انا عايز افهم بجد يعني اوسوريو على الال ممكن الناس بتختلفوا كالليه طريقة لعبة ما تمشيش اصلاً في الدور المصر ولا في الكرة العربية ولا في مصر بس فعلاً ارقامه تخد انا سيبكوا بقى من الارقام اللي احنا بنتكال فيها 389 والكلام ده انا هكلمكوا على اخر 3 مواسم ليه يعني اخر 3 مواسم ليه بصراحة مع نادي تشافيز البرتغالي لعب 6 ده اخر حاجة لعب 6 مباريات خسر 6 يعني ولا تعادل ولا كسب دخل مرمى 23 هدف وحتى تماماً هداف يعني ده انا بس بجيب لكوا اخر حاجة يعني انتوا اجماعة عايزوا لكوا حاجة هو ساب الفرقة وفي المركز الاخير هل ده يعني هيحقق طموح طموح جمهورة نادي الزمالك وطموح نادي الزمالك واللعيبة والصفقات اللي انت عاملها انا باعتبرها ان هي فرز رابع او فرز تالت حقيقة بصراحة يعني هو مجرد بس ان هو برتغالي ومجرد ان هو اسم موجود ونادي الزمالك تعاقد مع مدير فني برتغالي بس المحصلة مفيش اي مفيش اي حاجة خالص بصراحة يعني يعني مفيش اي حاجة يعني انتوا جماعة انا عايز اقولكو حاجة بجد والله كمل يعني الارقام اللي موجودة في السجيل اللي عنده سواء في الهزيمة او في الخسارة او في التعادل او حتى معدل الاهداف اللي انت تبقى مدير فني والمعدل اللي موجود ان يدخل فيك اهداف بالكم ده ده غير طبيعية يعني انا عايز اتابع معاكم الارقام لان فعلا انا والله بجد وانا بتابع طبعا انتشرت انا الواحد اتخض يعني الواحد قلنا بقى كمان الانتشار بتاعه والاسم بتاعه فطبيعي ان انت قابل اي مدير فني وصوصا بحاجة من نادي الزمالك بتحاول تشوف بقى مين المدير الفني ده يعني انا معافش الاختيار بناء على انا اساس هو مجرد ان نادي الزمالك او مجلس الادارة اكمل المهمة اجيب اي مدير فني وخلاص مش تشوف السي في يعني حتى وانت بتابع السي في بتاعه بتشوفه ده نتائجه ايه اخباره ايه ايه النتائج ايه الاداء بتاعه هل نادي الزمالك اختاره عشان خسرانه مثلا عشان بيخسر كسير مش ممكن هل مثلا نادي الزمالك او ادارة نادي الزمالك يعني اختاريته عشان كم الاهداف اللي بتدخل في مرمى وهو ماسك الفرق اللي بيمرانها ده معدل غير طبيعي يا جماعة اخر يعني اخر حاجة لعب ست مباريات خسر ست مباريات يعني انتم متخيلين يعني ستة خسر ست المباراة التانية الولاية القابلة الاخيرة مع مرتيمو البرتغالي لعب تلاتة وعشرين مباراة فس ست مباريات يعني فرق كبير جدا يعني ارقام ارقام بعيدة تعادل تلاتة خسر اربعتاش سجل تسعة وعشرين دخل مرمى اتنين واربعين هدف يعني انا مش حا يعني هو ماذا لاجي حرس المرمى من الحتة التدريبية بتاعتهم يعني اي فرقة بيمرانها هو لاغي الحرس المرمى ده ما هو لاغي حرس المرمى ما بيلعبش بحرس مرمى لاغي ما بيلعب بالفرقة كلها هجوم يعني بيخلي حتى حرس المرمى يبقى مهاجم بصراحة يعني المعدل بتاعه غريب جدا بصراحة السيفي بتاعه قليل اوي هل ده هده اللي هيعمل تموح ند الزمالك انتوا يا جماعة بتخيلين الارقام اللي بتخش الاهداف اللي دخلت والهزيم ند الزمالك عايز مدير فني شخصية قوية مدير فني يليق باسم ند الزمالك يعني حتى بالصفقات انت بتكلم عن الصفقات اللي انت عملتها دي انت محتاجه واحد دماغه كويسة واحد عنده حتى مبدأ المكسب عنده روح المكسب انت عف توظف حتى اللعيبة اللي انت جايبها انت واحد ده واحد متعود على الهزيمة من قبل ما ييجي يعني بالنسبة له مثلا اي زمالك في اي وقت خسر مباراة هو بالنسبة له عادي هيقولك مش انا خسران قبل كيف هيقولك انا خسران 29 مباراة عادي يعني والله بجد انت بتخيلين يا جماعة الموضوع عامل ازاي يعني عندي عندي الورقة اللي انا طلعها للجمهور هو بالنسبة لنا انا متعود على الهزيمة واحد انت جايب مدير فني متعود على الهزيمة وعى الخسارة ما عندهش طموح البطولات هل ممكن يعني بالكمل السيفي بتاعه ده او بالاهداف اللي موجودة او بالكمل هزيمة اللي موجودة هل ده اللي هيحقق طموح نادي الزمالك هيحقق طموح جميل نادي الزمالك اه عارف ان هيبقى فيه دعم جماهيري بس برضو انت جايب مدير فني اصلا خلصان خلصان خسران من كل تقريبا اي فرقة بيلعبها لتقريبا لو لعب الناشئين في النادي هيخساره المعدل بتاعه قليل جدا بصراح دي الولاية الابل الاخيرة لو لتلكوا الولاية الاخيرة لعب ستة خسر ستة الولاية الابل الاخيرة 23 مباراة فالستة بس يعني ده ما بيكسب مثلا كل 7 ماتشات ماتش اه تجربته مع ريدنج الانجليزي لعب 38 مباراة اعتقد ان ده ممكن يعني اقوى يعني افضل مرحلة يعني اللي هو قاعد فترة كبيرة انت بتتكلم انه قاعد 38 مباراة خسر 16 تعادل 12 يعني الفوز ده مش موجود خالص يعني معدل الفوز ده مش موجود 38 مباراة خسر 16 وتعادل 12 يعني العشرة دي تقريبا انا بقول لكم كده يعني المعدل بتاعه يعني بيكسب مباراة كل شهرين ده بيموت في الهزيمة ده ما عندوش يزار خالص الراجل ده ما بيهزارش ما هو الامة بيلعب فعلا يعني طريقة هجومية اللي هو انا خلاص بقى كله بيهاجم من اول حارس المرمى يعني انت كده مطالب ان انت حتى حارس المرمى اللي يبقى موجود يبقى عندو المهام الهجومية يطلع بقى ينص الملعب يلعب الفرقة خط الدفاع بالكامل بيهاجم ده طريقته كلها هجومية لان نكمل اهداف اللي بتدخل دي بصراحة ده معدل كبير جد انا ما عافش ايه البنان على ان الاختيار يعني انت ما بتيجي تختار مدير فني انت بتشوف ايه البطولات يعني هل ده عنده بطولات ده مش ممكن بجد انت يا جماعة بجد لما اي نادي كبير بييجي يختار سيفي مدير فني بيشوف بطولاته يعني بيشوف بطولات حقق كس كس مثلا كس مثلا انجلترا كس البرتغال اي اي كس وخلاص اي حاجة يعني اي سوبر مثلا او حقق مثلا بطولة مثلا بطولة دورة مثلا في اي بلد يعني حتى ما بيجي ساعات في مدربين بتيجي سيفي مثلا بتاع بقى يقول لك ده خد الدور الهندي ده جيه خد الدور الصيني مثلا يعني اما ده ما فيش البطولات هل هو جاي مثلا نادي الزمالك عايز يقفل الالفة هزيمة مع نادي الزمالك عامل تارجيت لنفسه اصلي معدل كبير بجد والله انا عارف اننا الموضوع ده بيزع الناس بس اي ما بتيجي تختار سيفي اختار واحد عنده الامكانيات عنده روح البطولة عنده ان هو جاي في نادي جماهيري نادي بطولات تحقق بطولة انت كده انت جاي بواحد مش معندهش روح البطولة يعني تقريبا ده لو خد كاس الرابطة يعني تقريبا اول الله ده بالنسبة له انجاز ده ممكن محدش عافي يكلمه في نادي ممكن يعتزل التدريب يعني لو خد كاس الرابطة اللي هي لسه مؤخرة معمولة لو خدها محدش عافي يكلمه ده هيقولك شكرا انا خلاص انا كده قفلت اللعبة ده هيب جد والله ممكن يقول لنادي الزمالك زودولي المرتب بتاعي وزودولي كل حاج لان فعلا بجد مش 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 افضل شيء بصراحة انا كنت اتمنى النادي الزمالك يجيب مدير فني يليق باسم النادي الزمالك اما الاتفاق اللي حصل ده عارف اللي هو اي حد اجنابي موجوده خلاص تعال انت فاضي طب تعال ايه ده انت بتخسر تعال مش مشكلة عادي احنا في الفترة اخناها خسرانين ما ده مش صح انت عايز واحد تجيب واحد عنده روح البطولة عنده وعنده طموح عايز يحققه مفيش يعني هو خد بس السوبر السعودي بس ده يعني مع اهلي جدد بس ده اكيد من فترة كبيرة يعني هو ده تقريبا عايش عليها يعني من حوالي 6 سنين تقريبا على معتاقد يعني